بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثلاثون من مجالس تيسير مسائل الطهارة ولا نزال مع سنن الفطرة وهذه المرة نأخذ سنة أخرى ألا وهي غسل البراجم أولا البراجم جمع برجمة وهي المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع ويجتمع عادة فيها الوسخ كما جاء هذا في مواهب الجليل وكما أشرنا أننا نسترسل في هذه الفطر على الأصل الذي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يقول زكريا وهو أحد الرواة قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وهذا الحديث رواه مسلم وقد مر معنا منذ شروعنا في بيان سنن الفطرة أما حكم غسل البراجم فبالاتفاق مستحب وقد نقل هذا الإجماع النووي رحمه الله في المجموع وكتم بهم فقط وردت أحاديث كثيرة في البراجم وظاهرها الوجوب وتحريم تركها ولزوم غسلها ولكن هذه الأحاديث لم يصح منها حديث أبدا إلا الحديث الأم الذي هو حديثنا هذا وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أما محل هذا الغسل فقيل أثناء الوضوء وهذا بناء على التقيد بالمعنى اللغوي أي أنها لا تخرج عن الأصابع ومعلوم أن الأصابع من اليد التي هي من أركان الوضوء وقيل بل مطلقا وهنا يعني إذا تجاوزنا من المعنى اللغوي إلى كل ما فيه العلة نفسها وهي تجمع الأوساخ وعليه يلحق بها معاطف الأذن وقعر الصماخ وكل ما هو في شكل طية قد يجتمع فيها الأوساخ ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وهي عقد الأصابع ومعاطفها كلها وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ونحوه هذه سنة فطرية كما ذكرنا وبعد هذه السنة عندنا سنة أخرى والتي هي بعدها في ترتيب الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونتف الإبطي الإبط بالإسكان ويؤنث ويذكر كما جاء في تهذيب الأسماء واللغات للنووي أن ابن السكيت قال الإبط مذكر وقد يؤنث فيقال إبط حسن وإبط حسنة وندف الإبط هذه مسألة وهي أيضا الحق أنها سنة ولكنها مؤكدة وبعض العلماء يعامل هذا الأمر معاملة الواجب لأنه من عموم الفطرة البشرية التي لا ينبغي أن يجهلها أي بشر إلا أن المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم اتفقوا على أن ذلك سنة بل حكي الإجماع كما سبق معنا في أول بيان سنن الفطرة أبرز المسائل التي تتناول وهي كيفية إزالة هذا الشعر الذي هو شعر الإبط هل العبرة بالنتفي لظاهر الحديث ونتف الإبط أم العبرة بالإزالة مطلقا سواء بالنتفي أو بالحلق أو بمراهم مخصوصة صنعت لذلك الأفضل هو النتف لسيما وقد صرح بهذا الأطباء ولكن إذا لم يتيسر للإنسان أن ينتفه فإن الإزالة بأي شيء كان جازت ولهذا العرب قديما كان عندهم شيء وهو التنور هكذا يسمى وقد ذكره الفيومي في كتابه المصباح المنير وقال إزالة الشعر بالنورة وهي حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره فالعبرة إذن بالعلة وهذا الذي ندين الله به وإن كان النتف ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة بالغة لأن الحلقة كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم ولكنه عبر بالنتف وكما أشرت الأطباء يذكرون فوائد وحكمة لهذا النتف وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق عندما ذكر مسائل الشعر فرق ففي العانة قال الحلق ثم لما وصل إلى شعر الإبط قال النتف وهذا التفريق يكون لحكمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وابن دقيق العيد رحمه الله قال أنه لا بد من رعاية هاتين الهيئتين في محلهما فالموضع الذي ذكر فيه الحلق يلجأ فيه إلى الحلق إلا إذا تعذر فاستعمل ما به إزالة الشعر وهو ليس حلقا وفي الموطن الذي فيه النتف يستعمل النتف إلا إذا تعذر فإنه يستعمل حينئذ كل ما يزيل الشعر مما هو ليس نتفا من المسائل أيضا المدة التي يمكث فيها الإنسان دون أن ينتف إبطه وكذا قس عليه باقي السنن كحلق العانة وتقليم الأظفار هذه كنا قد أشرنا إليها والأصح أنها تضبط بأربعين ليلة في اللي حديث مسلم وهو حديث أنس يقول رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتفي الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة والشوكاني رحمه الله في هذا يرى التحريم أي أن الإنسان إذا جاوز الأربعين صرأ ثمة كما ذكر ذلك في نيل الأوطار في هذا المقام نقتصر على هذا القدر ليتبقى معنا بعدها نحو من فطرتين ألا وهما الاستحداد والختان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر